اجتمع وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة النائب أحمد عبدالواحد قراطة النائب الثاني الرئيس مجلس النواب وعضوية السيد طلال محمد المناعي عضو مجلس الشورى عضو وفد الشعب البرلمانية بنظيره في برلمان لاوس بسعادة الفريق سوفاني ليو نقباني نائب الرئيس الجمعية الوطنية الجمهورية لاوس الدموقراطية الشعبية ذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة الخامسة والاربعين الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا الأسيان وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البحرين والاوس مع التركيز على توسيع التعاون البرلماني وتبادل التجارب في المجالات التشراعية والتنموية كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والسياحة مؤكدين على أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين تأتي هذه الاجتماعات في إطار السعي البرلمانات الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى تعزيز التعاون والحوار حول القضايا المشتركة والتأكيد على دور البرلمانات في تحقيق الأمن والسلام والتنمية المستدامة